أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يزور لبنان في خضم أزمة سياسية ومالية تعصف بالبلاد وطبعا هناك ملفات عديدة تتابعها الأمم المتحدة وقد اختار الأمين العام عنوان التضامن مع الشعب اللبناني كعنوان رئيسي لزيارته سعادة الأمين العام تعصف في لبنان الآن أزمة سياسية وهناك حديث كبير عن احتمال حدوث صفقة قد تؤثر في مصار التحقيق المتعلق بانفجار المرفأ أريد أن أعرف رأيك في هذا الأمر وهل هناك رسالة محددة تواجهها إلى السياسيين اللبنانيين في هذا الإطار؟ أعتقد بالنسبة لي هناك مسألة واضحة وهي فصل السلطات هناك سلطة لوحدها هي القضائية وأخرى سلطة برلمانية وأخرى سلطة تنفيذية وفصل السلطات هو عنصر أساسي لأي دمقراطية أعتقد أنه أساسي للسلطة القضائية بناء على القانون والدستور أن تقوم بوظيفتها وأن تحقق لا بل نحن اقترحنا أنه في حال الضرورة استخدام تحقيق مستقل يحصل على تمويل ودعم من الخارج إن اعتبر أن هناك حاجة له ولكن نحتاج أن يكون هناك تحقيق جدي ونزيه وشفاف من جانب السلطة القضائية من جانب آخر على النظام السياسي أن يعمل معا لأن الوضع في البلاد دراماتيكي للغاية ومن الأساسي بالكامل القيام بعدد من الإصلاحات التي يتفق الجميع أنه لا يمكن تجنبها وللقيام بهذه الإصلاحات من الأساسي أن تقوم الحكومة بوظيفتها كذلك يقوم البرلمان بوظيفته ويقوم الرئيس بوظيفته كنت متشجعا بحقيقة أن الرئيس أعلن إلى جانب أن الانتخابات ستتم في بداية مايو وهو ما أكده رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وشعرت أن هناك التزاما قويا من الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بإقامة وإيجاد الظروف السياسية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من أن الصندوق هو وسيلة مفتاحية لعدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإصلاحات الحماية الاجتماعية التي لا يمكن الاستغناء عنها لكي تتمكن البلاد من التعافي واستعادة المصداقية وأن تسمح لدعم أكبر من المجتمع الدولي لبنان بحاجة إلى دعم كبير من المجتمع الدولي وكرم الشعب اللبناني باستضافة العديد من اللاجئين لهذا الوقت الطويل يجعل لبنان مستحقا للتضامن لكن هذا التضامن سيتحقق فقط إن كانت هناك ثقة في قدرة الحكومة اللبنانية لكي تكون قادرة على التحرك بطريقة إصلاحية ومن دون فساد وأن تكون قادرة ليس فقط على استعادة التوازن في الاقتصاد بل استعادة تأسيسي وأقول للمرة الأولى في تاريخ لبنان تأسيس نظام حماية اجتماعية جدي أذكر في الماضي حين كان لبنان بلدا غنيا كان بالفعل دولة غنية غالبية الأطفال كانت تذهب إلى المدارس الخاصة وغالبية الناس كانت تذهب إلى المستشفيات الخاصة النظام التعليمي والطبي العام كان صغيرا جدا بالمقارنة ولهذا حين بدأت الأزمة رأينا الكثير من الصعوبات في التعامل معها ورأينا كارثة الطبقة الوصولة سمعت سعادة الأمين العام أنك تعمل مع عدد من الدول العربية في الخليج على تقليص الفجوة مع لبنان وأيضا أن تكون هذه الدول جزءا من الدعم الدولي المالي والسياسي للبنان في هذه المرحلة هل هناك أي تقدم في هذا الإطار؟ هل أوصلت أي رسالة بهذا الشأن إلى الجانب اللبناني؟ أعلم أن هناك مسائل سياسية ولكن هذه المسائل السياسية يمكن أن تحل بالحوار وأنا متأكد أن الحوار إن تم بطريقة جيدة يمكن أن يؤدي إلى إعادة تأسيس مستوى من الثقة الذي لنكن صريحين الثقة فقدك لذا سنقوم بكل شيء لمساعدة ودعم إعادة التأسيس لهذه الثقة التي تسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بدور مهم في تعافي الاقتصاد اللبناني وفي وحدة العالم العربي أعتقد أن هناك وعيا في الجانب اللبناني بأن هذه العلاقات مهمة للغاية إن نظرت لدولة في وضع صعب جدا على غرار العراق القريب جغرافيا من إيران العراق قام بجهد مهم لإعادة تأسيس علاقاته مع السعودية والكويت وذلك التوازن كان مفيدا للغاية لذا أعتقد بالفعل أنه مهم جدا للبنان أن يؤسس علاقة متينة مع الدول العربية في الخليج هذا الأمر يحيلنا لطرح مسألة حزب الله طبعا باعتباره أحد أكبر الأحزاب في لبنان هل الضمانة التي تحدثت عنها في شأن إجراء الانتخابات في موعدها تضمن في الوقت نفسه موقف حزب الله تجاه إجراء الانتخابات في مايو أيار وفق ما أشرت إليه بعد لقاءاتك مع الرؤساء الثلاثة لم يكن لي اتصال مباشر مع حزب الله في هذه السيارة ولكن ما قيل لي أن الحزب مهتم أيضا في أن تتم الانتخابات وأن تتم بطريقة ذات مصداقية للشعب اللبناني أشرت سعدة الأمين العام إلى شراكة بين الأمم المتحدة ولبنان أثناء اجتماعك برئيس الحكومة نجيب ميقاتي هل تقصد نوعا جديدا من الشراكة لأن الأمم المتحدة منخرطة أساسا في مسارات عدة في لبنان إنساني وسياسي وقوات حفظ السلام ماذا قصدت بهذه الشراكة نعم لدينا إطار عمل جديد يناقش وأأمل أننا سنتحرك قدما حتى الماضي القريب ولا أتحدث عن هيئات الأمم المتحدة في لبنان كالإسكوا ويونيفيل بل أتحدث أن معظم عمل الأمم المتحدة في لبنان كان لدعم اللاجئين ثم مؤخرا بدأت الهيئات القيامة ببرامج مهمة للدعم الإنساني للبنان ولكن أعتقد أن علينا الانتقال من المقاربة الإنسانية إلى المقاربة التنموية لدعم الحكم الرشيد بكل أبعاده وكذلك الشفافية منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قامت بعمل مهم للتعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالفساد لذا أرى أن الأمم المتحدة تتجه أكثر فأكثر لتكون داعما للحكومة اللبنانية والدستور اللبناني وللتحضير لمرحلة جديدة من التنمية في البلاد أشارط إلى أن اللبنانيين يستحقون مساعدات مماثلة للمساعدات التي تلقاها اللاجئون السوريون عند نزوحهم أو بعد نزوحهم من سوريا هل تقصد بذلك تخصيص بطاقات تموينية للشعب اللبناني؟ ما هي هذه المساعدات التي يمكن أن تساهم الأمم المتحدة في تأمينها إلى الشعب اللبناني؟ ليأكون واضحاً عنيت أن اللاجئين السوريين نزحوا عن بلادهم ويعيشون في ظروف مأساوية حتى في لبنان اللاجئون السوريون 90% منهم فقراء للغاية لا أريد أن يكون الشعب اللبناني في وضع مماثل للاجئين السوريين أريد للشعب اللبناني أن يتمكن من التعافي نحو الإزدهار السابق ولكن هذه المرة بطريقة أكثر شمولية وبقدر أقل من عدم المساواة ومشاركة أقوى من جانب المجتمع المدني في إدارة شؤون الدولة بالنسبة إلى الانتخابات في ليبيا سعادة الأمين عام طبعاً موعد إجراء الانتخابات مقرر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ولكن هناك شكوك كبيرة بأن هذه الانتخابات قد لا تتم في موعدها المقرر لديك مساعدة جديدة في ليبيا السيدة وليامز وهي تنشط في لقاءات مكثفة مع السياسيين الليبيين ضمن إطار إنجاح مساعي الانتخابات هل لديك توقع بأن الانتخابات ستتم في موعدها؟ وما هي الرسالة التي توجهها إلى السياسيين الليبيين في هذا الإطار؟ هي ناشطة جداً وقد بدأت الاثنين الماضي وجالت في كل أنحاء البلاد للتحدث مع كل الأطراف الأساسيين التقت رئيس لجنة الانتخابات ورئيس السلطة القضائية ووزير الداخلية هناك بضع مشكلات تحتاج حلولاً وقد تكون هناك تعديلات تقنية لموعد إجراء الانتخابات ولكن الأمر الأساسي هو التحرك قدماً نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأمر أساسي آخر أن تفهم الأطراف الليبية أن الوقت حان للشعب الليبي أن يحدد مستقبل بلاده شكراً لك سيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في بيروت